لما بيتقال اسم مصر على طول بيجي في خيالنا العظمة والتاريخ الفن الثقافة رموز في كل مجال ومكانة كبيرة جدا عربيا ودوليا ومن هنا الحقيقة كانت فكرة برنامج العنوان مصر ده البرنامج اللي هينطلق خلال أيام على شاشة القناة الأولى واللي هنعرف تفاصيل أكتر عنها من ضيوفنا الإعلامي الزميل الكبير محمود شرف بقدم البرنامج والكاتب الصحفي محمد توفيق رئيس تحرير البرنامج برحب بحضراتكم إن شاء الله حظه موفق وأكيد هنستنى برنامج قوي شكرا جدا أستاذ جمانة على التقدمة الرائعة دي وطبعا بشكر زبيلي العزيز واخوة محمد عبدو وصديق العزيز وزبيلي الكفاحة أم التوفيق صحفي الكبير والنجم أنا عايز أقول لكم ألف مبروك إضافة للقناة الأولى ودايما القناة الأولى مع ودى المشاهدين هتقدم كل ألوان الإبداع الإعلام المضمون الثقافي مهم جدا نقدم مادة ثقافية مختلفة والعنوان مصر مضمون ثقافي مختلف روح مصر اكتشاف مصر من تاني فيه شغل أنا عارف كده من الكواليس أستاذ محمود أنه بقى لكم كتير قوي بتحضر واشتغلته على الورق واشتغلته عشان تقدمه حاجة طليق بأن يكون العنوان فعلا مصر اسمح لأبدأ مع الورق والكتاب محمد توفيه ولسه محمود قبل الهواء بقول محمد توفيه ده البطن بطن رقم واحد ألف مبروك مرة تانية أكلمنا بقى عن الرحلة واختيار عنوان مصر أنه يكون هو المضمون أو البرنامج الثقافي اللي تقدموه على شاشة القناة الأولى والله الرحلة طويلة ومرهقة ومرهقة أكتر لأستاذ محمود بالمناسبة لأنه كان في بداية الفكرة عدنا فترة طويلة نشتغل بس على هي الفكرة إحنا هنتكلم عن مصر ولا برنامج ثقافي فإزاي تبقى مصر داخل برنامج ثقافي وإزاي برنامج ثقافي داخل مصر الفكرة دي فضلنا جلسات ومناقشات طويلة جدا عشان نوصل لأنه هي مصر تلت حاجات زمن وشخصية لما تقول اسمها يبقى أنت بتكلم عن مصر زمن لما تقول الزمن الفلاني يبقى أنت بتكلم عن مصر مكان لما يتقالي المكان الفلاني يبقى أنت بتكلم عن مصر فالتلاتة دول تلات محاور دول يجمعون لنا فكرة مصر فضلنا في المسألة دي وإيه التلت حاجات اللي يتبقى لعبة مع المشاهد أكتر ودي كانت مرهقة في الكتابة أن أنت مثلا هتقول صلاح جهين مصرح العرائس هتقدر يعني تلاقي حاجة بينهم لكن لما أقول لك زمن 1869 إيه علاقة صلاح جهين مصرح عرائس بقى 1869 لما أقول لك ده الوقت اللي تولد في المصرح في مصر فهتبتدي فكل حلقة هيبقى فيه لعبة مع المشاهد سيد محمود بقى هيقعد يلعب مع المشاهد في فكرة أنه هنقول الحاجات كوية علاقتها ببعضها فعشان تبقى برنامج مختلف أقرب للوسائقي منه للبرنامج العادي الثقافية طيب أستاذ محمود يعني لهنوان مصر برنامج يمكن مسؤوليته كبيرة لأنه فكرة أن أنت تكلم كمان جيل جديد ومن القناة الأولى من ماس بيرو ده مسؤولية كبيرة قوي حضرتك طبعا يعني جدير بيها بس حابة أعرف من حضرتك يعني فكرة محتوى البرنامج وطريقة تقديمه بشكل يليق ويتناسب مع سرعة العصر اللي احنا فيها والمعلومات الكتير قوي اللي موجودة اللي احنا البرنامج هيكون يعني حريص انه يقدمها للمشاهد خلينا نتفق مبدئيا أنه المحتوى الثقافي في أي عمل تلفزيوني هو تقيل نوعا ما يعني المشاهد بتاعه نوعي شوية المحتوى اللي بتقدم لو ما تقدمش بالشكل الملائم اللي يناسب روح العصر واللي يناسب ما حدث من تسارع رهيب في وسائل التواصل والتكنولوجيا وكذا ده بيخليه ما بيوصلش بسهولة بالشكل المطلوب وخليني كمان أقول برضو مبدئيا أنه أنا عندي اللي هي شرف عظيم جدا أنه أنا أشتغل وأقدم برنامج في القناة الأولى بعد سنين طويلة داخل ماس بيرو في القناة النيل الثقافية القناة الأولى أنا بعتبرها أنا يعني كبير شوية يعني يعجوز بس بش قوي يعني فالحق في بدايات الوعي يعني أنه عندنا القناتين القناة الأولى والقناة التانية والإرسال بيخلص ساعة 11-12 وبعكس سلام الوطني فأنا ابن هذه المرحلة وابن هذا الجيل اللي وعي وتفتح على أهمية القناة الأولى كنبراس وكمنبر يمكن أوحد مع منبر آخر زي طبعا الإزعاء وقتها أرجع بقى لسؤال حضرتك وحضرتك بتتكلمي عن إيه الجديد أو إيه اللي احنا بنقدمه في البرنامج زي ما مهدت للكلام أن المحتوى الثقافي وإحنا متفقين على هذا مش جذابي يعني بشكله التقليدي حاولنا في الانوان مصر أن احنا نقدم محتوى الثقافي يراعي كل هذه الأبعاد اللي تكلمنا عنها يمكن أستاذ محمد توفيق أشر دلوقتي أن البرنامج فيه عدة محاور في كل حلقة تبقى ثلاث محاور على وجه التحديد زمن شخصية ومكان وزمن شخصية كانت مؤسرة في الوعي المصريين وتركت بصمات في مسيرة الخالدين المصريين وزمن كان نقطة مفصلية في حركة المجتمع المصري وكذلك أيضا مكان له أهمية في حركة هذا المجتمع كل ده بيدور في إطار من يعني مش هقول السرعة وإنما التكسيف الشديد اللي من خلاله بيتحقق كمان حاجة مهمة جدا أنه كتير للأسف من المفاهيم المغلوطة اللي بقت موجودة في عقول بالأخص جيل الشباب بسبب أنه ما فيش كنترول على ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا أي حد عايز يكتبها هاجة يكتبها فبالتالي بنلاحظه في قضايا حتى معصرة دلوقتي مش كمان عن شخصيات قديمة أو شخصيات ربما بنشوف مغلطات تاريخية بالضبط كتير ده مغلطات بتحدث دلوقتي وانت عايشها فما بالك بأمور متعلقة بالتاريخ فالقصة هنا كانت مهمة جدا أنه رقم واحد يبقى فيه برنامج ثقافي يقدر يثبت المفاهيم الصحيحة عند هؤلاء هذا الجيل الجديد كمان أنه يبقى منطلق من هنا من مسبيره أصل الإعلام للعربي دي أهم رسالة للبرنامج فكرة رسالة الوعي وعايز أقول يعني أنا مش عايز بس أعلن الحيازي كده على الهوى المحمود شرف ومحمد توفيق يعني محمود لمن لا يعرف هو ابن النيلة الثقافية ورفيق رحلة يعني في العمل قناة مهمة جدا مؤسسة للعمل والثقافة في مصر وعرض كل أنشطة الثقافية وعايز أتكلم هنا نقطة مهمة جدا وروح لمحمد توفيق فكرة التجانس بقى في العمل احنا بتكلم على لغة صورة صورة مهنا عايزة شوف مصر ولغة كتابة كمان مختلفة وفي لغة الكتابة عسألك السؤال لأنه محمود قبل أن يكون مذيعا هو شاعر صحيح والشغل مع الشعر ده متعل صحيح بالكلمة والحاب الحرف كمان مع الشاعر يعني بيغلبوا أي حد في الدنيا فكلمنا عنه لابس محمد كاتب مهم جدا كمان فإزاي بقى هنا بيحصل الهارمونية إنه هدف مهم إن أكتب نص يشد عقل المشاهد وأذن المشاهد والله أنا هبتدي بقية المثلث للحزم الحديدي لأنه هو اللي بدأت من عنده فكرة إن إحنا نعمل التشكيل ده اللي هي فكرة إن إحنا إزاي نقدر نعم برنامج إسرع على ورق براحتك والحقيقة أنا أرهقت وأستاذ محمود إرهق أنا بعترف عليه أن أرهقت إرهق بصراحة وفري العمل كله لا يحتمل لأنه كتبت زي ما أنا عايز اللي هو هنروح أب الزبط هنروح إسكندرية ونروح أسيوت ونرجع على سهاج وإنت رجع شوف في الفيوم مين بيعمل إيه يعني في كمية تفاصيل في مصر كأن البرنامج دعوة لزيارة مصر جميل سواء من الخارج مصر أو من اللي داخل مصر إنه يشوف الأماكن ويكتشفها البلد دي أجمل ما فيها إن كل ركن فيها ليه تاريخ طبعا وإنت إزاي نعد نكتشف مع بعض بين قصين كده نلعب اللعب دي مع بعض إزاي تعالى نشوف قهوة في إسكندرية عمرها مية سنة وتعالى من القهوة دي تعالى نشوف مكتبة في القاهرة عمرها مية وخمسين سنة وتعالى الفكرة دي وإذا كتدفر ده كله مع بعض ده هي دي كان أصعب حاجة فكرة إن انت إزاي إيه الشخصية اللي هتتناسب مع المكان اللي الاتنين هتتناسبه مع الزمن خاصة إنه لما هتحطوه مع الورق يعني مثلا مثلا لو قلت اسم ساميرا موسى العالمة العظيمة وقلت سنة 1952 وقلت أصر الشوق أنا بقول تلات حاجات المفروض دماء ما يكتمعوش في حاجة لكن لو قلت إن ساميرا موسى العالمة دي كانت في مدرسة أصر الشوق لكن يا قلت أصر الشوق في المطلق هتروح لجيب محفوظ صحيح ولقلت 1952 هتروح لصورة يوليو لأ دي السنة اللي هي توفت فيها أو تم اغتيالها فيها فهتشوف التلات حاجات دول في سياق واحد أول ما هتعرف اللعبة دي في أول البرنامج وإزم حمود عمال يتكلم على إيه اللي هيحصل في الحلقة هتبقى مستغرب إيه اللي جاب الألعجن بالبحر يعني هيو سوز محمد أنت حمستنا جدا بس خلينا نروح نشوف البرومو ألاني البرنامج ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم لو عايز توصل هتوصل من غير ما تدور ولا تتعب كل الطرق هتوصلها كل الأماكن هتوديه وكل الناس هيدلوه من طاع حسين لسيد درويش لنجيب محفوظ لساميرا موسى لجمال شندان لكل ابن من ولادها أو بنت من بناتها من فيش مطربة هتيجي زي المكتسون علشان من فيش حد هيمر بنفس التجارب اللي مرت بيه جس من بين الثقافة العربية والثقافة الغربية خلق فن الأوبريت المصرحة هي كده روحها في نسفة سيرتها في أماكنها هو صورة تبقي الأصل من أبرا ميلاني الحارة مركز أساسي جدا في عالم نجيب محفوظ ومن هنا صنعت تاريخها وحكيت أجمل حكاياتها على مر الزمن حتى من فصلية في طريق مصر كانت مرحلة عظيمة جدا 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 هي التي أطلق عليها مصر الحديثة عشان كده عنوانها ما يتوهش أبدا لأنه ببساطة العنوان مصر العنوان مصر مع محمود شرف بدءا من الخميس السابع من نوفمبر على قناة مصر الأولى سيد محمود الحقيقة أنه سقف التوقعات عالي جدا فكرة البرنامج الحقيقة فكرة برنامج العنوان مصر هي فكرة حقيقة مهمة جدا تحديدا دلوقتي حمد عبدو من شوية آسف المقطع حمد من شوية قال في الوسط كده جملة لطيفة جدا ومهمة جدا قال روح مصر طبعا وفي الحقيقة البرنامج ده كان اسمه في البداية روح مصر وبعدها خيار عن اسمه وسمناه العنوان مصر وهتلاقي كل الطرق تؤدي إلى روما زي ما بيقولوا إذا كان روح مصر كان هيبقى عنوان معبر إذا كان حتى العنوان مصر نفسه طبعا بس المراحل الكتابة كمان مهمة يعني ممكن لتفرج على البرومو أو يسمعنا دلوقتي أو يشوفنا يعتقد أنه مجرد معلومات بنجيبها ندفرها زي ما حضرتك قلت يا أستاذ محمد بندفرها مع بعض وبنطلع بمعلومات نقولها للناس كان مراحل الكتابة صعبة جدا يا أستاذ محمود صحيح وتقدمنا بحتاجة كمان فريق معاك أكيد فيه فريق لوكيشن كمان فريق في الكتابة والبحث أستاذ محمود لو توضحنا بقى على المراحل دي وكتب تصوره ازاي والفكرة بتيجي منين قال من شوية محمد توفيق قال أنا يعني عزبته هو حقيقي يعني ما كذبش في البرنامج طبعا زي ما هو واضح البرنامج خارجي في بداية الاتفاق بداية الكلام عن البرنامج وفكرته هتبقى إيه وهنعمل إيه يعني بنعرف عصف ذهني كده جلسات من العصف الذهني استمرت فترة طويلة يمكن مش أقل من ثلاث شهور مثلا إحنا بنحضر بنفكر وبنقلب في الدماغ بعض عشان بس نوصل لحلقة الأولى نوصل لحلقة الأولى عشان نعمل ستب بتاعه فالفكرة إنه طيب هنروح هنعمل إيه داخلي ولا خارجي فهرجع لكلامي في البداية برضو المحتوى الثقافي برضو تقيل وكمان جوا ستوديو فالناس هتنم منك فقلنا أولا مصر زي ما محمد قال من شوية بتتمتع أنت كل ما بتمشي في حتة في مصر زي ما بيقولوه بالبلد كده بتتكابل في تاريخ وفي أسهار وفي حضارة عظيمة وفي صورة بديعة صورة بديعة مصر بلدنا مليانة جمال فعلا أنا مش مش مبالغ يعني وانت بتعرفني كويس فعارف إنه أنا قديه الراجل واقعي شوية إنما في الحقيقة أنا نفسي كنت بنزل أماكن نصور فيها أول مرة بشوفها ده هاي خلينا أسألكو واسأل محمد هل البرنامج اللي هو رحلة توثيقية هو احنا بتكلم على توثيق حيورينا مصر أخرى هنشوف أماكن معرف نهاش لأنه في حلقات توثيقية كتيرة أو اتعملت وأفلام عن الأماكن المعروفة في مصر وعن الشخصيات كمان اللي ذكرت يجي محفوظ يعني جمال حمدان صلاح جهين إيه الزاوية الجديدة زاوية المعالجة وهل أنا ممكن أشوف فترات تاريخية جديدة أسماء جديدة أماكن لم يعرفها المصريون من قبل صحيح كل ده هيبقى موجود سواء الأماكن غششنا حاجة كده غششنا حاجة كده غششنا حلقة منها أول هو فيه جزء ليه علاقة بمدخل الشخصية نفسها يعني في العادي أنا مثلا أنا عامل كتاب عن صلاح جهين فطول الوقت أنت عارف عنه كم هائل من المعلومات قاري أعماله الكاملة وبالتالي فأنت محتاج تلخص ده على الهواء في تلت ساعة حل فهي كانت الفكرة كلها أنك هتعمل شوية تفاصيل لأعلقة بتفاصيل مش معروفة قوي عن صلاح جهين فهتبتدي مثلا من مدان أحمد حلمي طب إيه علاقة بقى صلاح جهين بأننا نبتدي الحلقة من مدان أحمد حلمي هنقول لي لأن إحنا في مدان أحمد حلمي هنا أحمد حلمي ده هو جد صلاح جهين أحد تشارش معروفة دي فهنبتدي وبعدين مين أحمد حلمي أصلا يعني نعرضه معلومة بنعدي عليه كل يوم هو مدان هو مدان أحمد حلمي ده صحفي كبير جدا وكان زميل زعيم مصطفى الكامل وحد يعني كان في الحركة الوطنية المصرية هي دي اللي أنا بتكلم فيها اللي أنا قلته من شوية أنه البرنامج بيحاول يعني يلقي الضوء على معلومات وعلى تاريخ ربما مجهول عند البعض يمكن ترتيب المعلومات وتراتبية المعلومات دي مهمة برضو لأن أحيانا يمكن المعلومات الكتير قوي اللي مش مترتبة بتضيع صحيح محمد السؤال والمحمد طفية أنا أسف أنه قطعته أنه إيه جديد إيه المختلف آه في عشرات البرامج وعشرات الأفلام التوسيقية اللي قدمت شخصيات زي صلاح جهين زي نجيب محفوظ زي جمال حمدان زي غيره من الأسماء اللي احنا اشتغلنا عليها في السيزون الأولاني من البرنامج إلا أنه إيه الجديد عندنا الجديد عندنا في ظن يعني أنه الشخص ده مع المكان ده مع الزمن ده في الخلطة دي بنطلع منها بحاجة مختلفة هو ده الجديد هنتابعوا بقى في حلقات البرنامج بس هرجع مش هحق مش هتحرق بحاول معا محمود شرف أنا عارفهم أنا بحرق هم الشعراء صعرين دايما محمد قد لقش منهم أستاذ محمد هرجع لكلمة حضرتك قلتها يا فكرة أن أنت بتلخص معلومات كتير قوي الملخص ده محتاج مذاكرة كتير قوي عشان تعرف تخرج بالمعلومات السليمة والمؤثرة والمهمة خلينا نقولها بالكلمة البسيطة المذاكرة يعني فكرة المراجعة والمذاكرة وكل شخصية دي وراها تاريخ كبير جدا ومعلومات كتير جدا مش بس عن الشخصية عن الأماكن وعن يمكن الأحداث الحكات الموجودة حواليها و فكرة البحث واختيار المعلومات و وإزاي تعرضها؟ دي كنت عملها إزاي؟ بو صحيح، أنا بالأساس أنا كاتب صحفي، فالبحث جزء رئيسي من الشغلان بتاعتي أنا عندي 16 كتاب، منهم شخصيات من اللي إحنا معنا في الحلقات، أنا كاتب عنهم كتب ومثلاً الخالق الأبنودي جزء من الحلقات بتاعتنا، أنا عمل عنه كتاب وكان عندي علاقة بي ممتدة لسنوات فأنت محتاج تلخص كل ده، بالإضافة أن أستاذ محمود شرف قبله فإحنا محتاجين في العصف الزهني نوصل لخلطة جديدة تطلع عن الأبنودي اللي هو المفروض مصر كلها عارفة، اللي هو مين ما يعرفش الخالق فطول الوقت كانت المدخل أن أنت هتقعد تدور على تفصيلة على طريق، أنا عشان محرقش عشان محرقش، على طريق ميدان أحمد حلمي كده إن أنا هبتدي من مساحة هو إيه اللي هيعلاقة صراحة جاهيم منك بتبتدي حلقتك من ميدان أحمد حلمي هتعرف إن مدان أحمد حلمي ده على بعد 200 متر من بيت أحمد حلمي اللي كان عايش فيه صراحة جاهيمة وتولد فيه، جميل وإن البيت ده تولد فيه باليك حمدي بالمناسبة برضو ربط المكان بالشخصية على طول، بالضبط فلما هتاكد دول وتروح بيهم مصرح العرائس، هتلاقي إنه صراحة جاهيمة من أسباب تأسيس مصرح العرائس في مصر وتحكي قصة بناء مصرح العرائس، وتحكي قصة مصرح العرائس نفسه، مش ارتباطاً به صراحة جاهيمة دائماً كان فيه تحدي أستاذ محمود أمام البرامج الثقافية إنها بتفتقد للغة الصورة يعني دائماً بيقال كده البرامج الثقافية مكلمة وناس بتكلمه كتير ومفيش فيها صورة أنت كسرت هذه الصورة النمطية للبرنامج الثقافي إنه لا أنا هخرج للشارع، هصور خارجي، وبقى فيه لغة الصورة كلمني أكثر عامل الصورة هنا في البرنامج، وبعدين فيه طرف ثالث مهم، دلعة ثالث إحنا معنا المقدم والمذيع محمود شرف والكاتب محمد توفي في المخرج مهم جداً إزاي حصل التناغم بينهم التلاتة وإزاي اشتغلتوا على عنصر الصورة عشان أقدم مضمون ثقافي جاذب ويخلي الأجال الجديدة تحب تشوف تاريخ وسيرة هذه الشخصيات أولاً إحنا كما نحظنا للسعيد جداً إنه كان يبقى معنا مخرج فنان في الحقيقة في البداية هو محمود ندين ومخرج مميز جداً 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 وعنده محمود شاطر جداً وبعدين دايماً تعرف عارفين طبعاً إنه على طول زي ما بنقول برضو بالبلد ينقلوا الإير الموزيوم مع المخرج دايماً ليه عايز توقفني كده؟ طيب الشمس خلاص أنا معنا نزلل كل مخرج طيب بس في الحقيقة كان دايماً رأي محمود هو اللي بيبقى صح في الحقيقة أنا صادق يعني كمان يعني لظروف خاصة يعني أسعدنا حظنا أكتر إنه بقى أحمد عقل هو مخرج البرنامج بعد شوية من محمود ندين مش معنا بسوار طويل ولظروف خاصة تم استبداله بأحمد عقل وأحمد كمان حد فنان وفنان جميل جداً جداً يعني فإن شاء الله تشوفوا صورة كويسة ده على صعيد الإخراج والتدفير اللي حصلت ما بين الإعداد والإخراج وتبعاً التقديم بالنسبة للصورة وبالنسبة للبرامج الثقافية إحنا زملاء أدام وانت عارف في القناة الثقافية اشتغلنا سنين وكان التحدي الأعظم عندنا في القناة الثقافية هو إزاي تخلق صورة جيدة للمحتوى اللي هو قويس أصلاً يعني فين المعادل البصري اللي هتقدر تجتزب بشريحة من المتلقين زي ما قلت في البداية احنا بنتفق ستوديو والخارجي طبعاً الخيار الأول كان بالنسبة لي على طول خارجي مع أنه مزعج بالنسبة للجهد من مزعج ومجهد وبياخد وقت وعشان كده احنا أخدنا فعلاً وقت طويل في التصوير بس لأن احنا كنا بنحاول نبقى يعني بنتحرى مش الكمال طبعاً الكمال لله وحده إنما بنتحرى أقصى درجات الدقة في اللي احنا بنقدمه وبنعمله ان شاء الله تشوفوا صورة كويسة لأحنا رحنا أماكن كتير رحنا اسكندرية رحنا السويس رحنا طبعاً في قاهرة أكتر من مكان في طنطة حتى طبعاً بلد طنطة بلد بلد الشاعر بلد تعرف أن دي كانت أول مرة في حياتي أشتغل أول مرة في حياتي أقدم حاجة تلفزيون من طنطة يعني بعد السنين دي تعيش أه السنين الطويلة دي وأنا مقيم في طنطة أول مرة أمسك مايك في طنطة في شوارع طنطة كانت غريبة جداً غريبة جداً عليها في الحقيقة أستاذ محمود زي ما حضرك قلت يعني بنتحرى الدقة وبنحاول نصل لأقصى درجة إن كان من الصورة أو المعلومة أو دعني أسأل حديقة وده مش بنحرق يعني بس أكتر حلقة أي وقاء وقفت عندها أو أكتر شخصية اكتشفت عنها معلومات جديدة أو أكتر مكان اكتشفت عنده حاجات جديدة يعني أكتر حلقة وقفت عندها وفي الحقيقة كانت أصعب حلقة هي حلقة يتصلاح جاهين لأن دي كانت أول حلقة نصورها ودي كانت أول مرة أطلع أصور خارجي من سنين طويلة جداً فكأني كنت لسه أول يعني نازل أتضرب وبصراحة أبعتزل للزملائي كلهم اللي كانوا موجودين فريق العمل اللي كان موجود لأن أنا أرهقتهم قوي يوميا كل شوية القلق أعرف أنت القلق بتاعي كان كويس طب نعيد معلش ممكن مرة كمان فدي كانت حلقة صعبة جداً بالنسبة لي من أكتر حلقات اللي عرفت فيها معلومات جديدة طبعاً يعني مفترض أن أنا معلومات تبقى واضحة بالنسبة لي أحياناً بيكون في تفاصيل في حاجات تفاصيل محمد توفيق يعني مش عايز أقول لكم يعني حد رائع ومثقف كبير يعني في الحقيقة ففي حاجات أنا فعلياً كنتش عارفها مثلاً عن جمال حمدان مع أنه أنا أري شخصية مصر وأنا في الجامعة يعني من سنين طويلة فأنا أقصد أقول أن أنا بعرف الدكتور جمال حمدان بشكل أزعم وجيد من فترة مبكرة مع ذلك وأنا بعمل الحلقة بتاعت اللي فيها الشخصية دكتور جمال حمدان لأ كان فيه حاجات أول مرة بعرفها مثلاً منها أنه أنه راجل عاش في عزلة سنوات طويلة من عمره أنا كنت متخيل ما كانش عندي المعلومة دي محمد حطاف السياق لطيف جداً وقدرنا من خلال المعلومات اللي محمد ساقها ويعني صغناها أو بنقدمها يعني حسب سياغته في الحلقة نقول أنه كان في هذه العزلة وكان على تواصل مع أشخاص بعينهم وأنه الراجل قدم من خلال العزلة دي أعمال مهمة جداً وإن شاء الله نشوفها برضو مع بعض العنوان على الشاشة الأولى قناة مصر الأولى العنوان مصر وفيش أجمل حاجة في الدنيا من هذا العنوان أن يكون العنوان مصر رحلة جديدة لاكتشاف روح مصر وروح البلد دي بعيون مختلفة وفقافة مختلفة إحنا بنهني نفسنا قبل أن نهنيكون إن شاء الله كل التوفيق يعني سيزن كده زي ما بيقوله يكسر الدنيا ونشوف حلقات أكتر وأجمل وأجمل وكلنا ثقة بدا لأن القائمين على العمل ده مبدعين فمدام فيه بوابة الإبداع دي هنلاقي أكيد إن شاء الله شغل مختلف ببارك لصديقي واخويا محمود شرف برنامج العنوان مصر على الشاشة الأولى وبارك كمان الكاتب صحفي المتميز محمد توفيق شغلك وإن شاء الله بإذن الله يعني برنامج كده زي ما بيقوله يكسر الدنيا جمال وحنتبه أنا وأنتبه أنا أول وقت أنا مبسوط جدا ومتفائل جدا إنه البرنامج يعني السادة المشاهدين بيتعرفوا عليه من خلال نجمين زي حضراتكو السادة جمانة وستاذ محمد وسعيد جدا أن أنا أضيف صباح الخير يا مصر وموفقين دايما ومتقلقين كل عدة إن شاء الله يعني كل التوفيق وكل النجاح للبرنامج زي ما محمد قال يعني قائمين عليه مبدعين وبيقدم محتوى مهم جدا شكرا فأكيد يعني متأكدين أن البرنامج حقيقي هيلاقص تحسين الجمهور بشكركم طبعا شكرا جزيزا